بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثامنة البسملة عند الوصل بين السورتين ولتصوير المسألة نقول لو بدأ الإنسان ختمه فانتهى من الفاتحة وبدأ بالبقرة أو انتهى من البقرة وبدأ بآل عمران فما حكم البسملة عندئذ من أول البقرة أو أول آل عمران للقراء عند الوصل بين السورتين ثلاثة مذاهب طبعا نستثني الأنفال والتوبة كما مر معنا فالوصل بين الأنفال والتوبة سنعرض له بعد قليل إذن مذاهب العلماء في البسملة بين السورتين تتلخص في ثلاثة مذاهب واحد إثبات البسملة بين السورتين وهذا مذهب عاصم فإذا انتهى الإنسان من سورة البقرة مثلا وبدأ بآل عمران على مذهب عاصم يقرأ فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم مي ألف لام ميم وهذا مذهب عاصم ثانيا عدم البسملة بين السورتين وهذا مذهب حمزة فيقرأ فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم ثالثا التخير بين الوصل بدون بسملة أو السكت وهذا مذهب أبي عمر وابن عامر وورش عن نافع فيقرأ فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم أو يقرأ مع السكت فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم إذن هذه ثلاثة أقوال ثانيا عند الوصل بين الأنفال والتوبة ونعرض هنا لقراءة عاصم فقط فتتلخص عند عاصم ثلاثة أوجه عند الوصل بين الأنفال والتوبة وهو الوصل أولا ولكن بدون بسملة فيصل آخر الأنفال بأول التوبة فيقرأ إنه بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله ثانيا الوقف على آخر الأنفال إنه بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله ثالثا السكت وهو الوقف دون تنفس ودون بسملة كما مر معنا إنه بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله هذه أوجه ثلاثة للقراءة بين الأنفال والتوبة عند عاصم والحمد لله رب العالمين